كما كان متوقعاً صوت البرلمان الحالي خلال جلسة اعتيادي على قانون الاقتراض الذي يمنح حكومة مصطفى الكاظمي تخويلاً باللجوء إلى الاقتراض لتجاوز الأزمة المالية العاصفة واستمخاوف من تبعات القانون على البلاد ووفقاً لمصدر برلماني فإن اتفاقاً مسبقاً حدث بين الكتل السياسية على تمرير القانون ولذلك حظي بإجماع 168 نائباً حضروا الجلسة على الرغم من تصاعد التحذيرات من خروج أزمات العراق المالية عن السيطرة حيث سيتعين على 40 مليون مواطن أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين على الأرجح النائبة عن تحالف النصر ندا شاكر جودت قالت إن هناك حلولاً بديلة كان من المفترض اللجوء إليها لأن الاقتراض سيرهن البلد ويثقل كاهل الأجياد القادمة مؤكدة أن من المفترض أن تعمل الحكومة إلى القضاء على الفساد خاصة في المنافذ والموانئ والسيطرة على مزاد العملة واستيفاء الإرادات الضخمة لعقارات الدولة وتأهيل المصانع المتوقفة والاهتمام بالزراعة بدل من الاقتراض ويؤكد وزير المالي علي علاوي أن الاقتصاد العراقي قد يواجه صدمات لا يمكن معالجتها ما لم تتبنى الدولة إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام مشيراً إلى أن الجهاز الإداري للدولة تضاعف أربع مرات عما كان عليه قبل الاحتلال الأمريكي هذا فضلاً عن الرواتب التقاعدية ورواتب الفضائيين ومن يسمون بالمتضررين السياسيين والتي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات وترفض أحزاب متنفذ أي مساس بها ما جعل خزينة الدولة فارغة بعد 17 عاماً من الفساد الممنهج والمشاريع المهمية وعمليات التهريب الواسعة للثروات العراقية وإيقاف أي محاولات لتنوع مصادر الدخل لحساب دول إقليبية ويقول المراقبون أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لتأجيل إطلاق قطار الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها لترميم اقتصاد البلد المعتمد على الريع النفطي وما قانون الاقتراض إلى محاولة جديدة لإصلاح العملية السياسية الفاشلة وخطوة أنانية ستضر العراق استراتيجيا وتوسع الهوة بين الشعب والسلطة الفاسدة التي تصر على جر البلد إلى الهاوية